أربع سنوات عجاف كان القتل والجوع والمعتقلات والأوبئة الأكثر فتكا في اليمن وللمأساة بقية حيث ودع اليمنيون عام 2018 بأوجاعه وأحزانه الممتدة من الجنوب إلى الشمال ومن الشرق إلى الغرب الوداع المحمول بآمال تبدو أقل من مخاوف الغرق في مستنقع الحرب وتشعباتها المحكومة برغبات اللاعبين الدوليين وأطماع النفوذ في المنطقة وهو في الوقت نفسه استقبال لعام جديد وسط ترقب حذر أعوام مضت عاش فيها اليمنيون الدمار والخراب في السجون والمعتقلات والأوبئة والمجاعة ولكن يبقى هناك أملنا بالله سبحانه وتعالى أنه في 2019 وما بعدها سيعيش اليمنيون في الرخاء والسعادة والاستقرار يأملون في العام الجديد وليس بوسعهم أكثر من ذلك تقول الرواية ولا خيار أمامها أولئي المواطين في الجوف ومثلهم ملايين اليمنيين من فقدوا خيارات العيش والبقاء وصاروا رهنا لتداعيات الحرب وأزماتها الاقتصادية والإنسانية طيلة أربعة أوام الحرب التي حولت حياة اليمنيين إلى سوق سوداء أو ما يشبه مهرجانا مفتوحا للمجاعة وما أفضى إليه الانقلاب الحوثي على الدولة من انهيار العملة الوطنية وغلاء المعيشة في ظل غياب الدور المفترض للحكومة الشرعية انقلاب الحوثي على الدولة في عام 2014 كانت أدى إلى انهيار الدولة انهيار العملة انهيار البنية التحتية للبلاد والمواطنين ولكن خاب أملنا بالحكومة الشرعية حيث خارجت خارج البلاد حيث أننا نعمل أن تبقى في داخل البلاد بحيث أن تعمل معنا تعمل من أجل المواطن أربعة أعوام من الحرب ثقيلة بتناسلاتها وهزائمها التي تفوق قدرة المواطنين وتعصف بيومياته المنهكة فهل يأتي العام الجديد بانفراجة وينجو اليمن أم أنك بجرد أمنيات مؤجلة تدخل الحرب عامها الخامس وكلما تفائل اليمنيون واقترب الصراع من نهايته تزداد رحل الحرب أكثر في الوقت الذي تفشل معه فرص التهديئة ومساعيها فيبدو السلام شائكا وكيبا على الجرادي قناة بلقيس الجو